كويس يمكن لي انا بتكلم عن منتخب تونس انه كان معانا في الويندوز بتاعت تصفيات البطولة الاخرقية فكنا شايفين اوي منتخب تونس يعني عن قرب وكان دايما ماتشطه بانتباع منتخب تونس باعت شوية ايه اللي انتو بتعملوه دلوقتي كمنتخب ايه اللي انتو بتخططوله بالفترة اللي جاية مع منتخب تونس شو تعرف انه اي منتخب او اي فريق عنده جيل ذهبي ففترة الجيل الذهبي خلصت يعني الصراحة يعني باش نكونوا باش نكونوا صراحة فالجيل الذهبي اذا يعطاه المكسيموم تاعه وانا حسب اعتقادي انه اعطاه اكثر من لازم لانه مفروض كان يصير التغيير كان مفروض يصير قبل شوية باش على اقل يقعد المنتخب في نفس في نفس المستواء يعني انت اصدك ان كان محتاج يحسر بلاس لبعض اللاعبين مع الوقت بس بدب شوية عشان محصلش دروب ده بالضبط لكن الحمد لله انه جيل هده احنا بدنا من 2019 كنت كنت مع منتخب البي تيم لعبنا الافركان في مالي ومعظم اللاعب الموجودة توا في المنتخب هي كانت تقريبا ثمانية كانوا موجودين معنا في الافركان وقد كل مرة تواجدهم شوية ياخدوا خبرات من المنتخب ده تشكيل الفريق طب خلينا خليوا كده جماعة بس ثانية واحدة كده يعني قول كده تشكيل المنتخب الجوة كيم حداد وعمر عبادة زياد شنوفي أشرف جنوني وسامة مرناوي جوهر جوادي محمد مختار غيازة البشير بنحيا مرتضاء بن طهر حيثم سعادة أحمد عدامي ومحمد فارس العشي هو طبعا عمر عبادة لعبنا اللاعب معنا طبعا بطولة العالم والبطولة العربية معه مع المنتخب البوينجارد عمر عبادة يمكن فترته كانت قسيرة مع النادي الأهلي برضو ولكن هو المركز بتاعه يمكن نادي الأهلي البوينجارد احنا مش دايما بنجيب فيه أجانب ولكن هو كان رؤية مستر أجوستن يكون معنا عمر عبادة فإذا موجوده التوانسة دايما بس هو ما نسجمش قوي براهون هو يعني ما داش اللي عنده كله مع النادي الأهلي أشكت جاي فترة قسيرة يعني ما نسجمش قوي يعني ما طلعش كل اللي عنده براهون اللاعب كويس جدا هو لصراحة لعب ممتاز يعني هو هو اللاعب الأساسي في المنتخب احتمال أنه زي ما قول كيف قلت أنت الفترة قسيرة لكن زي دا فهم حاجة ثانية راه نادي الأهلي والضغط وأنك انت اليوم مطالب يعني مش مطالب واحدة واحدة لا انت جاي فول سبيد ما دا الضغط عارف اللي هو انت من أول يوم من آخر يوم فول سبيد فول سبيد ما فيش اللي هي السرعة واحدة واحدة وحغير السرعة لا لا ما فيش كلا اهو اسخم مع الوقت نادي الأهلي بشيء ما هو دي المشكلة نادي الأهلي ضغط فلازم تبقى جاهز له بالضبط فممكن يكون دا سبب الوقت كان قصير وعايز سرعات عالية وجاهز وجاهزية وهارموني عالي فما لحيش دا أقلم بس عمر من اللاعبة كويسة جدا هو لعبة ممتاز وكنت تمنى أنه يكمل لو لو كمل الاحتمال في الدوري يعني في ضل فترة أطول أكيد بشيء عقلم بشكل أحسب طبعا بأنه من أحسن البوينجارد في أفريقيا كلها يعني لو مش أحسنهم هو من أحسن البوينجاردات في أفريقيا كم لعب زغير في التشكيل منتخب الأولنا ده؟ يعني يعتبر جداد أو زغيري؟ القدم فيه مختار غيازة وشنوفي عبادة يعتبر من القدم لكن هو لسه صغير سنه لكن الباقي كله ثمانية وتسعة لعبين جدد يعني صغيرين صغيرين سنه بيتعدوهم بشكل كويس يعني التغيير تقريبا تشمل ثمانين بالمئة وده اللي ممكن هتكمله بقى فيه في الفترة اللي جاية سوى تصفيرات كلاس العالم أو كله ده المنتخب ده؟ هذا هو المنتخب اللي بشيكمل بشياخذ المشعل إن شاء الله في المسابقة اللعب المجنس اللي هو كان دوغلاس معكم الاسم دوغلاس؟ كان مايك الرول مايك الرول مايك الرول هذا اللعب الأمريكي مايك الرول بطل؟ بطل خلاص بطل هو شو أنا لعبت مع كثير محترفين أمريكان طبعا لكن هو تركيبته غير القيمة الفنية على المستوى الشخصي والإنساني غير كل الأمريكان إيه المختلف مايك الرول قابلك؟ مايك الرول عبارة مش أمريكاني اللي هو أنت عارف معظم الأمريكان هو الصعب بشيكاركتر طبعا صعبين يعني شوفت فاكر أنت لعبنا معهم برشة ونعرفوهم اللي في دماغه في دماغه؟ هو كويت نعم كويت يعني ما تسمعش ما عندوش برشة 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 هو مركز 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 في التمرين يتمرن مية مية في الماتش يعطيك أداء اللي طالبوا الكل أخترته إزاي؟ إنتوا إزاي؟